مراقبة عبر الأقمار الصناعية تحركات إيران بنقل معدات وصواريخ باليستية إلى العراق هكذا كشفت صحف عبرية تأهب إسرائيل الذي كشفته تقارير استخباراتية بعد رصد خطوات إيرانية ميدانية لتنفيذ هجوم وشيك على إسرائيل ذلك التطور حرك إسرائيل بتحذير بغداد من استخدام فصائل مسلحة من إيران أراضي عراقية لتوجيه ضربات ضدها التطور المتسارع كشف عن تحديد تل أبيب لأهداف في العراق بهدف ضربها في حال استمرار هجمات متكررة بالمسيرات من قبل فصائل مسلحة ضد إسرائيل وكان موقع أكسيوس الأمريكي قال قبل أيام إن الاستخبارات الإسرائيلية ترجح أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ذلك التطور يعكس برؤى خبراء عسكريين محاولة طهران تجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في العمق الإيراني وسط تلك التهديدات التي تتسع رقعتها في المنطقة يحذر سياسيون من محاولات زج العراق في أحداث الصراع المشتعل ما قد يعصف باستقراره بعد سنوات من تجرعه لوعات الحروب والإرهاب والسلاح المنفلت لكن تلك التقارير وإن صدقت فيما يتعلق بتخطيط إيراني لاستخدام أراضي العراق قد يضع البلد في قائمة الأهداف الإسرائيلية لمواجهة مباشرة بعد ورود تقارير كشفتها وسائل إعلام عبرية حول تواجد شبكات تهريب للسلاح إلى سوريا من فصائل في العراق اشتركوا في القناة